السلام عليكم اليوم راح اشرح بالدرس الثالث من دروس خوارزميات اللاين خوارزميات اللاين بيئنه عرفنان اربعة الاولى دايركت نانية ديجيتال دفرنشيال انيلايزر المسمات بالدي دي اي والخوارزميات الثالثة هي الميد بوينت الميد بوينت شنو معادلاته شنو قوانينه شنو احتاج اول شي عرفه عقبلا ابرمج ماتي الخوارزميات اول ما الجي احتاج اعرف البي عن طريق البي راح اعرف بين المعادل الماتي زيادة بالعكس او زيادة بالواي لما اعرف البي اي اطلع اكون الدي اكس اول شي والدي واي على مود استخرج البي زين البي لازم لما اريد نطلع القيماته كون نطلع بسلوت الدي اكس والدي واي يالله طلع قيمته تلافين وجود الاشارات السالفه مزيد هسه نجي نبرمجه ندخل هنونه اول ما نجي شنو تعلمنا نسوي داين جي از غراف 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الام المترجم الام 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 point white. اسحة دعيم x farz y farz x 1 farz x 2 farz y 1 y 2 سوف نقوم بتصوير دي اكس يساوي math.absolute نقوم بتصوير دي اكس يساوي دي اكس يساوي math.absolute 2-1 سوف نقوم بتصوير اكو اثنين بتصوير اثنين واحد باربع نقوم بتصوير اثنين في دي واي ناقص دي اكس تصوير تصوير باربع تصوير 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 نحن الـ X و الـ Y و نرسمهن و ندخل للشرط جيد إذا ما نقول نقول الـ X تساوي X1 الـ Y تساوي Y1 إذا قل لي فور إذا الفورمات من راح يصير كل خبار دمية بها الفورمات ها شكل هذا الفورمات ها من الواحد للـ DX هنا شون راح نعرف بين المالتي شون راح أعرف قاني من الواحد للـ DX و من الواحد للـ DX راح نسوي الشرط نقول F إذا كان الـ DX أكبر من الـ DY جيد إذا كان الـ DX أكبر من الـ DY إذن الفورماتي من الفورماتي اللي I equal 1 2 DX ها شون راح نسوي أقول draw G dot draw image خلي الـ image مالتنا بارزة مالتنا إنتجار إما راح يصير هنا أنا ما أصور به إنتجار هنا أنا ما بيه إنتجار لأن القيم هي ما واحد أو ما يزود واحد أو ينقص بواحد X Y إسا شا قل له أقول له F إذا كان الـ B أكبر من الصفر أكبر أو يساوي الصفر شنسوي الـ Y تساوي Y زائد واحد مزين else الـ و أطلع الـ B الجديد أقول B تساوي B زائد إثنيا في DY خاصا DX أكس هنا قلنا إذا كان B أكبر أو يساوي الصفر فالـ Y زودها والـ B استخرجت جديدة else الـ B الـ B تساوي B زائد إثنيا في DX بس هل أتأكد من المعادلات هذا اللي ساوينا دينا لذا الـ B أكبر أكبر من الصفر زود لي الـ Y وطلع لي الـ B الجديدة إذا كان أصغر بس طلع لي الـ B هنا نشوف DY وهنا بس أكبر إذا كان أكبر الـ Y زودها والـ B استخرجها إذا أصغر الـ B بس استخرج لأن إحنا الـ Y مال 2 مرة تزود بـ 1 مرة ما تزود الزود إذا كان بـ B موجد وإذا كان سالب ما تزود أما الـ X فهي بكل الأحالات الزود زين هنا الزود لو تمقص راح أسوي شرط أقول لـ F إذا كان DX أكبر من الصفر إذا كان DX أكبر من X تساوي X زاعدا 1 إذا كان إذا كان أصغر من الصفر فأقول لـ X تساوي X ناقص 1 هس نعيد الآن بها صعوبة ها جوية أقول لـ إذا كان DX مال 2 أكبر من الـ D Y إذا كان أشتغل على اليمن أشتغل الـ X دائماً نزود بـ 1 أو نقص بـ 1 دائماً زين بكل الحالات فأدخل للشرط أرسم أول نقطة وأجي أدخل للشرط أقول لـ إذا كان الـ B أكبر من الصفر إذا كان الـ B أكبر من الصفر فالـ Y ما تشين يزودها شوفوا الـ X بكل الحالات يا راح أزود فأنا هاي معنى يمن عداج الهال أقول لـ أزود للـ Y وطلع للـ B جديدة إذا كان أصغر من الصفر بس طلع للـ B الـ Y فنفسها زين راح نرجع للشرط مرتل نسوي شرط جديد ونقول لي إذا كان الـ Dx أكبر من الصفر إذا نقع أشتغل بالموجب زود للـ X إذا كان أصغر من الصفر نقص للـ X فهذا راح أصبح جنرال عليمن على كل الأكسات إذا كانت سالبة أو موجب زين هس هذا الـ F الآن لدينا ألس المالة من الرئيسية والـ هذه والهاتي والـ هذه سوف أضع هذه نجوم وهذا تكمله مالته هذا التكملة مال 8 مال العيلس تابع الهاي الاف اس الواي دي واي اكبر ش راح يسوي اقدر اجيب نفس هذا الكود كوبي بيست زين بس اغير هنا راح يسير المن للواي هنا الاكس راح يسزود بحالة الا بحالة اذا كان البي اكبر من الصفر واذا اصغر من الصفر بس راح اطلع البي زين هنا الا الا نعتمد على الواي الواي بالحالتين هي الزود بحالتين الزود يعني هنانه وهنانه هي راح يزود فخليه واحده يعني كل ما يخلص الفور الفور كل ما يخلص منها راح يجي زود او ينقص هذا هنا شنو قلناه ان اذا كان الدي واي سالب راح ينقص واذا الدي واي موجه ورح يزود هنا هم شوين بسطلين للتوضيح هذا راح اكتب عليها بحالتين الاكس زال زال ان بوث بكل الحالتين بكل الحالتين هي راح زود اور اور اكس ناقص ناقص او تنقص اما هنا انا بهاي الخطوة هيب كل الحالتين شنو الواي الواي كل الحالتين اما زود بواحد اما تنقصه بواحد بس الاكس مرات تزود مرات ما تزود هنا الواي مرات تزود مرات ما تزود نسي خلي بالله ننفل طلع الرسم مالتنا هاده هسه اذا بالله غيرنا النقاط على مود شويه يبين الرسم هاي التسعة راح سويها 15 والاربعة هذا الرسم مالتنا لو نجي شويه للمكبرة مالتنا هذا الرسم اللي استخرجنا بس احنا لو نشوف الرسم الرسم اهم بيه مشكلة بان ما قا يصير خط عدل ما قا يصير خط عدل يعني قا يصير مثل تقطعات او مربعات بسبب لانها مو جنرال بيرسن هام لانها مو عامة هاي المشكلة القاسية ان شاء الله بالخبار بالمية الثالث الرابعة راح ننسوف الرسم رايطلع مضبوط مية بالمية الى هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا 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 ثان Não من